خطوات مستمرة للتحالف الدولي بشأن تسليم القواعد العسكرية إلى القوات العراقية كان أخيرها تسليم قاعدة بسماية جنوبية العاصمة بغداد والتي يتم فيها تدريب نحو خمسين ألف جندي عراقي كجزء من الحملة الدولية لمقاتلة تنظيم داعش الإرهابية القاعدة التي تضم معدات ومنشآت تقدر قيمتها بخمسة ملايين دولار سلمت إلى العراق بمراسم رسمية وفق رؤية عسكرية لتحالف الدولي بأن تنظيم داعش أصبح أكثر ضعفا وأن القوات العراقية قادرة على محاربة داعش بعد النجاحات الكبيرة المتحققة المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أكد أن القوات العراقية بجميع صنوفها ستكون مستفيدة من المدخرات الموجودة بقاعدة بسماية ومن الإمكانيات والقدرات في بناء وتطوير القوات الأمنية العراقية مستقبلا تسليم رسمي للحكومة العراقية لهذا الموقع وبالتأكيد دوار ذات العلاقة ستستفاد من مذخرات التدريب وكذلك الموقع بما فيه من إمكانيات وقدرات الاستمرار في بناء قدراتنا وإمكانياتنا للمستقبل خبراء أمنيون أكدوا أن تعرض المعسكر لقصف بصواريخ كاتيوشا قبل يوم واحد من تسليمه للقوات العراقية يتطلب وجود تعاضض وتوافق بين الأطراف السياسية والفصائل التي تنضوي تحتها في عملية التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية وإنهاء تواجدها على الأراضي العراقية ينبغي أن تكون هناك عملية تعاضض حقيقي وتوافق أيضا بين الطرفين السياسي وبتلك الفصائل التي تنضوي في بعض الأحيان تحت مظلات قد تكون سياسية يمكن أن تنضي مع البرنامج الحكومي وأيضا مع سياسة الحكومة في عملية التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف في إنهاء تواجدها على الأرض العراقية برلمانيون أكدوا أن ما يجري بشأن تسليم بعض القواعد العسكرية للقوات العراقية هو عملية تسليم مسؤوليات فقط وليس انسحابا وأنها عملية لا تغني عن تنفيذ قرار مجلس النواب الخاص بإخراج جميع القوات الأجنبية من العراق وبالتالي يبقى ملف السلاح المنفلت واستهداف القواعد العسكرية رهين التجاذبات السياسية وساحة لتصفية الحسابات على حساب مصلحة العراق وأمنه واستقراره